موسيقى طابط أوقاتكم وأهلا بمشاهدي قناة العربية في هذه المقابلة الخاصة مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كارزاي من هنا من العاصمة الأفغانية كابون أنتم تساعدون للسفر لجولة جديدة من البوحثات ما هي الأفكار التي تحملونها؟ ما الذي ننتظره في قادم الأيام؟ يحدون الأمل بأن نجري محادثات مع مواطنين من حركة طالبان وقد اتخذنا قرارا بإفادة وفد مصغر يقوده الدكتور عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية ويضم في عضويته بعض الزعماء السياسيين سيتكون الوفد من سبعة أو ثمانية أعضاء سوف يتوجهون إلى الدوحة ما هي العوامل التي تبنون عليها تصوركم مؤخرا بأن مفاوضات حقيقية هذه المرة قد تستأنف في القريب العاجل؟ إنه أمر ضروري أن تجرى هذه المحادثات إذ لا يمكن لأي بلد أن يعيش في حالة صراع للأبد ثم تحاجة بأن يجلس الأفغان مع بعضهم البعض فحرك طالبان حرك أفغانية وكذلك الأمر بالنسبة لنا نحن نشترك في هذا البلد ولا يجب أن نتقاتل وندمر بلادنا ونلحق الضرر بها وبمواطنين يتعين علينا أن نتحاور ونسعى لإيجاد أرضية مشتركة تسمح لنا بالعيش معا في كنف سيادة القانون الذي ينبغي أن نشترك في صياغته عندما كنتم رئيسا للبلاد كنتم أول الداعين للحوار مع طالبان باعتبار ما أبناء هذا البلد كان ذلك قبل 15 عاما لو تحقق هذا الأمر حينها وفي تلك الفترة كيف كان سيكون ومن الذي كان عائقا أمام إتمام أي حوار وقتها كانت العقبة التي حالت دون إجراء حوار مع حركة طالبان قبل 15 عاما متمثلة في كل من باكستان والولايات المتحدة سنتحدث أكثر عن هذه النقاط فيما يتعلق بباكستان والولايات المتحدة الأمريكية التقينا ببعض المحللين الأفغان هناك من يرى بأن طيار السلطة اليوم هو يشيطن حركة طالبان أكثر مما يجب وهو ليس خوفا منها بل بأنه يخاف من السلطة ماذا تقولون في ذلك؟ ما يؤسفني ويحزنني هو أن الطرفين باعتقادي منخرطان في هذا الأمر وما كان ينبغي لهما أن يقوما بذلك المؤكد هو أن الطرفين ارتكبا فضائع وأن ثمت من لا يرغب في أن يحل السلام في أفغانستان لأن الصراع أضحى مربحا لبعض منهم لكن الملايين من المواطنين الأفغان يعانون والغالبية سواء كانت في حركة طالبان أو الحكومة الأفغانية لديهم الرغبة الأكيدة في تحقيق السلام والاستقرار ويظل من لا يشجع في الجانبين على السعي من عجل السلم أقلية لأن الغالبية العظمى من الأفغان بل البلاد برمتها تنشد السلام وهو ما سوف يتحقق انطلاقا من كلامكم هل تعتقدون أن طالبان اليوم غير طالبان الأمس طالبان جديدة يمكن الوصول معها إلى نقطة التقاء خلال المرحلة الانتقالية في المرحلة القادمة؟ كان بوسعنا إجراء حوار مع حركة طالبان قبل عشرين أو خمسة عشر عاما كما أنه بالإمكان القيام بذلك الآن لأن أعضاء الحركة الذين ينتمون إلى هذه البلاد لديهم نفس الحقوق في بلادهم كما هو الحال بالنسبة لنا لذلك ينبغي أن نتمكن من خلال تبني المنطق السليم والتحلي بالروح الوطنية وحب الحياة من التفاوض سعيا للتوصل إلى اتفاق كفيل بمنح الأمل ومستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا أما بالنسبة لسؤالك عما إذا كانت حركة طالبان اليوم مختلفة عما كانت عليه قبل خمسة عشر عاما فالجواب هو نعم إلى حد ما الحركة تدرك اليوم بأن أفغانستان قد تغيرت فثمت الملايين من الشباب الأفغان المتعلمون من الفتيان والفتيات فضلا عن أن البلاد قد شهدت تحولات وولجت إلى المجتمع الدولي ناهيك من المكاسب التي تحققت فيها مثل المؤسسات الديمقراطية التي تم تأسيسها ووجود دستور للبلاد وحرية الصحافة وحصول المرأة على الحق في العمل وانتخابها لعضوية البرلمان والتحاق الفتيات بالتعليم هذه كلها أمور لا يمكن التراجع عنها وبعض قادة طالبان يدركون هذا الواقع وقد أبلغون بذلك عندما التقينا قبل عام في موسكو ما نحن بحاجة إليه هو السعي لإيجاد سبل كفيلة تمكننا من العيش المشترك في كنف السلام ليس إلا وهذا أمر ممكن قلتم قبل 15 عاما دولتان عرقلتا أي حوار فاكستان والولايات المتحدة الأمريكية لماذا ومن الدول التي تعرقل الحوار برأيكم في الوقت الحالي أمل أن تكون الولايات المتحدة صادقة عندما تتحدث عن السلام في أفغانستان لقد تلقيت الليلة الماضية اتصالا هاتفيا من دولة رئيس وزراء فاكستان عمران خان الذي أبدى رغبته في أن يتحقق السلام في أفغانستان وأن تربط علاقة صداقة بين أفغانستان وباكستان وقد عبرت له عن ذات الرغبة علاوة على امتنان الشعب الأفغاني للشعب الباكستاني لما حضينا به من حسن استقبال في باكستان إبان الغزو السوفيتي حيث تلقينا الرعاية كلاجئين واحتضننا إخوتنا وأخواتنا الباكستانيون غير أن الشعب الأفغاني لديه أيضا شكاوى وتحفظات جدية حيال المؤسسة العسكرية الباكستانية بسبب سلوكها في أفغانستان وهي تحفظات ينبغي إزالتها على أمل أن يتمكن البلدان من أن يسلك سبيلا متحضرا باتجاه علاقة أفضل بينهما هذا أمل قائم وقد عبر عنه الجانب وينبغي أن نغتنم الفرصة لتحقيق ذلك ونأمل في زيارات باكستان لنلمس هذا الأمل وإذا تحققنا من وجوده فسوف نخطو الكثير من الخطوات إلى الأمام مقابل كل خطوة تخطوها باكستان سيد كارزاي أليست اليوم بمسؤولية الأفغان أنفسهم حماية بلادهم والاتفاق فيما بينهم تحت عنوان السلام وتنفيذ أيضا على أرض الواقع هذا صحيح تماما وهذه تحديدا المسؤولية الملقاة على عاتق الشعب الأفغاني إذ لم يعد باعتقادي أمرا مشروعا أن نلقي باللائمة على الآخرين في استمرار الصراع إن تواصل الصراع في أفغانستان عندئذ ينبغي أن نتحمل نحن المسؤولية وما ينبغي علينا أن نسمح بحدوث ذلك أنت محق تماما فيما ذكرت هل ترون نفسكم في الحكم مجددا رئيسا لأفغانستان يجمع عليكم كل الأطراف المرحلة الانتقالية لأفغانستان جديدة؟ لا كلا أنا لا أرغب في ذلك فقد تبوأت منصب الرئيس وفقا للفترة الزمنية المحددة وقد أسست الأرضية لبناء الجمهورية وأوجدت دستورا للبلاد فضلا عن بناء مؤسسات البلاد الديمقراطية وضمان الحريات وتوفير التعليم وإطلاق عملية إعادة الإعمار وهو ما أدى إلى إحداث تحولات في أفغانستان وكما نص عليه دستور أجريت الانتخابات وقمت بنقل السلطة إلى حكومة جديدة هذا إرث جيد لا أريد أن تغطي علي طموحات أو أي اعتبارات أخرى لأن الغاية التي يجب أن نبلغها هي بالنسبة لإحلال السلام وسوف أعمل كما عملت من قبل من أجل تحقيق السلام كمواطن أفغاني ولا أرغب بأن يعتري جهود السلمية أي تشويه جراء أي طموح أو مشروع آخر سيد كارزايا في هذه الأيام هل تثقون بقدرة القوات الأفغانية على حماية بلادكم بعد الانسحاب الأمريكي؟ هذا بلدنا ويجب علينا أن نحميه سيدتي هذا بلد عريق جدا فقبل مئات سنين كان لدينا حكومة ومؤسسات وجيوش كانت لدينا حضارة عريقة أيضا أعيدك إلى الشعر الأفغاني وتقاليدنا وأدب بلادنا والامبراطوريات التي قمنا بتأسيسها وفيما يخص مؤسساتنا الديمقراطية فلدينا اللويا جيرغا أو المجلس الكبير للشعب الأفغاني الذي يعود تشكيله لآلاف السنين أما بالنسبة لدوره السياسي فقد بدأ قبل ثلاثمائة عام باعتباره مؤسسة تحظى بالاعتراف كما هو الحال اليوم نحن إذن بلد عريق والمؤسف أننا عانينا طيلة الأربعين سنة الماضية بسبب الغزو السوفيتي لأفغانستان أولا ثم نتيجة لاستغلال التطرف الديني من قبل الولايات المتحدة وباكستان وبلدان أخرى في المنطقة لتحقيق أهدافها في مواجهة الاتحاد السوفيتي السابق وهو الأمر الذي تسبب لنا بمعاناة جمّة بالتالي نحن نعاني من تداعيات أفعال قام بها غيرنا ولو أننا تسببنا ببعض منها أيضا لأسباب قومية تخصنا لكن يجب أن يتوقف ذلك لنستعيد سلطتنا وثرواتنا حتى نتمكن من بناء بلادنا وحمايتها هذه هي مسئوليتنا هل هذا ما قصدتموه عندما قلتم في إحدى مقابلاتكم بأن أمريكا لا تريد السلام لأفغانستان بأن لديها أجندة خاصة وأهداف أخرى هنا فما هي أجندة أمريكا وأهدافها إذن؟ سيدتي لقد تحقق السلام عام 2002 وأصبحت أفغانستان آنذاك وفي غضون شهور قليلة البيت الذي احتضن كافة الأفغان من جديد وتمت المصادقة على الدستور بموافقة جميع أفراد الشعب الأفغاني وعندما أجريت الانتخابات الرئاسية شارك فيها الملايين من المواطنين الأفغان رجالا ونساء وبعد انتخاب أعضائه أضحى البرلمان بيتا يجمع كافة الأفكار التي يتبنها الأفغان كما عاد اللاجئون إلى ديارهم وتواجد داخل نفس البرلمان الشيعيون والمجاهدون السابقون إلى جانب الزعماء الدينيين والملالي والمثقفين من اليسار واليمين وكذلك النساء وحتى بعض أعضاء طالبان ترشحوا للانتخابات وفازوا فيها وأصبحوا أعضاء في البرلمان لقد حققنا ذلك فنحن بلد يتطلع دائما إلى حياة أفضل سيد كرزاي فاصل قصير ومن ثم نستكمل معك هذه المقابلة الخاصة على شاشة العربية إذن مشاهدي العربية فاصل قصير ومن ثم نستكمل معكم هذه المقابلة الخاصة مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي أهلا بكم من جديد في هذه المقابلة الخاصة مع رئيس أفغانستان السابق حامد كرزاي لماذا تعتبرون أن أمريكا فشلت في محاربة الإرهاب في أفغانستان في الوقت الذي يقول فيه رئيس بايدن جئنا لهذه المهمة قضينا على بن لادن حققنا العدالة وسعدنا أيضا القوات الأفغانية حتى السفير الأمريكي في مقابلة لنا قبل أيام قال بأنه لم يعد هناك موطئ قدم للقاعدة في أفغانستان للإجابة على هذا السؤال سأكمل على ما جاء في سؤالك السابق إن سلوك الأمريكي هنا والشكل الذي بدأت تشهد فيه أفغانستان في لا تستقرارها كان تحديدا نتاج سياسات العسكرية الخاطئة إذ بدأوا بقصف القرى الأفغانية والمنازل ومنذ عام 2005 ولاحقا كنت أتحدث معهم باستمرار في لقاءاتنا المغلقة عن أن ما يقومون به خطأ كبير فقد كان يأتيني معطنون أفغان من القرى والمحافظات ليخبروني أن هناك خللا كبيرا يحدث في البلاد وأنهم يقتحمون البيوت وينتهيكون حرمتها ويتعرضون للأهالي أمام أنظار أبنائهم وطلبت منهم أن لا يفعلوا لأنهم أتوا إلينا كأصدقاء ونحن استقبلناهم كأصدقاء والشعب الأفغاني استقبلهم برحابة صدر كأصدقاء بيننا لكنهم لم يتوقفوا بل واصلوا حتى عام 2006 عندما اضطررت للوقوف علنا والتحدث عن أعمالهم ومحاولة وقفها إن ذلك السلوك من جانبهم هو الذي ساهم بعدم الاستقرار وغضب الشعب الأفغاني هو السلوك ذاته الذي نعرضه الآن بمغادرتهم من أفغانستان بشكل غير مسؤول أما بالنسبة للمسائل الأخرى مثل وجود القاعدة في الواقع لم يكن هناك أبدا وجود قوي للقاعدة في أفغانستان وفي عام 2013 عندما كنا نناقش مع الولايات المتحدة اتفاقية الأمن الثنائي كانوا يصرون على أن لهم الحق في اقتحام بيوت الأفغان وسألتهم من أين لهم أن يكون لديهم الحق في اقتحام بيوت المواطنين الأفغان يقولون إن مواطناً أو جندياً أمريكياً تعرضاً للاختفاف قلت لهم ما من أفغاني يمكن أن يخططف أي من عناصركم قالوا صحيح الأفغان لا يخطفونه لكن القاعدة تفعل فسألتهم ما عدد أفراد القاعدة الذين تتوقعون وجودهم في أفغانستان فأجاب الجنرال المسؤول عن الجيش إنهم يتوقعون وجود نحو ثمانين عنصراً فسألته هل هذا هو العدد فقط؟ ثمانون من عناصر القاعدة بمن فيهم القيادات والمعاربون؟ قال لي نعم هذا هو العدد في العام الذي تلاه كنا نناقش ذات المسألة لأننا كنا نرفض إعطاءهم الموافقة فسألتهم مجدداً في نهاية 2014 وبداية 2015 لكن الرد في هذه المرة كان 35 إلى 40 عنصراً من عناصر القاعدة وبالتالي فإن هذا برأيي بمثابة استخدام للقاعدة ولأصفها بشكل مجازي هم يستخدمون القاعدة كشعار أوجدوههم ليحددوا فيه أحد أهدافهم فأنا شخصياً لم أتلقى قط أي تقرير استخباراتي من المخابرات الأفغانية عن القاعدة ولا أي تقرير عن القاعدة في المناطق الريفية المرة الأولى التي سمعت فيها عن القاعدة كانت من الأمريكان ولم أسمع من الأفغان على الإطلاق سيد كازاي اليوم هذا العنوار العريض أمريكا خارج أفغانستان هل تعتقدون أن لدى دول المجاورة الدول الحدودية والإقليمية منها أي مطامع في أفغانستان بعد أمريكا نتحدث عن إيران صين روسيا وتركيا أيضاً إن أفغانستان دولة مهمة جداً لموقعها الاستراتيجي ولهذا أتت قوات الولايات المتحدة وقد استمر الوضع هذا على مدى ما يقارب 300 عام منذ القرن الثامن عشر إلى التاسع عشر والعشرين وحتى الوقت الراهن أفغانستان هي مكان تجتمع فيه كل القوى العظمى حيث كانت في القرن التاسع عشر تابعة للإمبراطورية الروسية والبريطانيين في الهند وفي القرن العشرين كانت الولايات المتحدة والانتعاد السوفيتي والآن روسيا قوة عظيمة جداً والصين كذلك والهند من القوى العظمى الناشئة والولايات المتحدة هنا في أفغانستان فنحن كما قال الكاتب روبرت كابلان مؤلف كتاب انتقام الجغرافيا نلتقط أنفاسنا خلال هذه العطلة الاستراتيجية وإن عدنا لبضع سنوات إلى الوراء أو حتى لبضعة عقود علامة إقبال الشعر العظيم اللاهوري أطلق على أفغانستان كنية في واحدة من أشهر قصائده وهي قلب آسيا وهذا هو سبب مشاكلنا وبتالي أصبح موقعنا سبب لفت انتباه الجميع الآن حان الوقت لنا كأفغان لنستفيد من هذا الموقع لصالحنا بدلا من النحو الذي تتم فيه الأمور الآن بما يضر مصالحنا سيد كارزاي اليوم والحديث عن تأمين القوات التركية لمطار كابل والوجود التركي اليوم بعد أمريكا هناك من يقول بأن العلاقة بين تركيا وباكستان هناك من يتخوف منها من أن تؤدي مثلا إلى تأزيم الوضع تقسيم البلاد وبالتالي تسهيل سيطرة طالبان هل هذه حقيقة برأيكم؟ تركيا دولة صديقة مقربة من أفغانستان وهي صداقة قديمة جدا وعلاقتنا عمرها أكثر من قرن أتحدث هنا عن العلاقة الرسمية في حين العلاقات التقليدية تعود إلى زمن أطول من ذلك والشعب الأفغاني يكون احتراما وتقديرا لتركيا أما علاقتهم بباكستان فهي شأنهم مع باكستان وآمل أن تستغل هذه العلاقة لصالح الشعب الأفغاني وقد حاولوا ذلك عبر المباحثات إذن عقدت عدة اجتماعات ضمت أفغانستان وباكستان وتركيا وجربوا أيضا خلال الأزمة الحالية وبالتالي نحن ليس لدينا مخاوف من ذلك سيد كارزاي ما هي السيناريوهات التي تتوقعونها للوضع الأمني والسياسي في أفغانستان بناء على مراقبتكم ومتابعتكم للوضع بالنسبة لنا هناك سيناريو وحيد واحد فقط وهو أفغانستان تعيش بسلام واستقرار وتقدم هذا هو الهدف بالنسبة لنا في أفغانستان ولتحقيقه على الأفغان أن يتحدوا نحن وطالبان ولتحقيق هذا الهدف على دول المنطقة ومن عجل مصالحها الخاصة أن تتحد وتقف مع أفغانستان وإلا فإننا سنجد أنه ليست أفغانستان وحدها بل المنطقة بأسرها ستقع في إشكالة عميقة هل سنرى هذا السلام قريباً بين الأفغان أنفسهم؟ سنفعل ذلك سنفعل ذلك مستر كارزاي بمنأة عن السياسة كانت لكم تغريدة كتبتم فيها بأنكم تتمنون أن تحكم البلاد يوماً ما إمرأة هل هذا يأتي في إطار التمنيات أم يمكن أن يتحقق ذلك في أفغانستان؟ سيتحقق وسيتحقق قريباً جداً نعم لدينا نساء مذهلات في دولتنا وقد سجل تاريخنا نساء عظيمات وسيسجل المزيد منهن سيد كارزاي السؤال الأخير لماذا دائماً السلام ومحادثات واتفاقات مثلاً بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية أسرع وأسلس وأسهل بين الأفغانيين أنفسهم؟ المباحثات فيما بين الأفغان أنفسهم أسهل بكثير إن تمت إزاحة اليد الأمريكية عن الكعكة هل كنا سنجتمع بدونهم؟ ليس هناك أي إشكالات بيننا تمنع ذلك بينما عند الوجود الأجنبي تظهر المشاكل سيد حامد كارزاي الرئيس الأفغاني السابق شكراً جزيلاً لكم على وقتكم بهذا نختم معكم هذه المقابلة الخاصة مع رئيس أفغانستان السابق حامد كارزاي إلى اللقاء